وما كنا مدعومة بمليارات من الدولارات من قطر والامارات هم سمعتمكم انفجار صار بالامارات وقطار ابدا داعتكم متقاولين وياهم مقاولة مقاولة ماخذيها ولكن اذا اتى عمر الله سترون الشيء العجيب وقلت لكم ان والله لن يحكمون مثل ما هذا الهرج والمرج بالكعبة لم يحكمون بهذا العمر بالامارات غير هذه السنة الزايد انتهى العمر هذا عمر مثل عمر الطائرة مثل عمر البيت الله الذي اراد ان يحرقه هذا الكيمي الوهابي الخنزير شو يعني احنا امامنا مشروع هذا المشروع خليسمعونا حزب الله مقضية داعش انتوا تقاتلون فرد الآن ويا عراقيين انتوا تقاتلون مجموعة صغيرة الآن او يا ايران المتمثلة بالسيد القائد الله يحفظه ويطي الصحة والعافية تقاتلون فئة قليلة اذا انهار البنيان الجدار يعجوج ومعجوج الجدار الذي يمسك قبضة اهل سعود يخرج اليكم من هو الوجه الحقيقي القبيح لما فعله اهل سعود من الاخوان واولاد ابن تيمية ولجنة العمل بالمنكر والنهى عن المعروف من الوهابية يخرجون بكل ما يملكون اليكم هذا شيء مؤذي ولكن انكم انتم لا تعلمون شيء يقينا مثل ما يخطط الآن يرهقوكم بمن؟ بداعش يستنزفونكم بداعش حتى اذا بدأ الوهن فيكم ودب التعب في اجسامكم خرجوا اليكم كما يخرجون يأجوج ومأجوج من تحت الصخور انا على بينة من امري انتم تخططون لقضية صغيرة وانا اشرح لكم قضية شبيرة ارادوا ان يشغلونكم حتى يستنفذون قواكم فتخروا على قواعدها اجسامكم لا تستطيع حملكم ويحفر او يولى مدبرا من ينصركم فتجدون نفسكم امامهم البحر من امامكم والعدو من خلفكم يعني ما بها مجال وعلى هذا الاساس هذه المرة الاسرائيلي لن ينزل بسلاحه ينزل باعوانه جماعة ابن تيمية وليس الدواعش السبياني بكل ما تملك الكلمة ولذلك كيف يصل السبياني الى النجاب بعد ان يتعب الناس ويظن انهم لست مستطيعين على قتاله فيفر الناس وهذا دليل ليس من عندي انتم الان حتى تتعبون عليكم ان تفكرون ان الشام مركز انطلاق السبياني هذا قول علي وليس فيه جدل او تبديل عليه السلام من منكم اعظم من علي او من حذاء علي من منكم مثل فكر علي وكرامة علي عند الله الذي لم يعرف الله غير عليا ومحمد اتريدون ان تزاودون على كلام علي عجبتم منكم والله وانتم قرأتم الكتب ولكن يقينا استبدلتموها بافكار البداء ويقينا راح اقلكم شغلة كلام علي ابن ابي طالب ما بيبداء مثل يوم القيامة اذا يوم القيامة ظهور الامام الحجة بيبداء كلام علي ابن ابي طالب بيبداء لماذا لان كلام علي ابن ابي طالب كلام منتهي غير قابل للنقاش كلام الله على الارض فكلام الله كيف يغير والنفوس ذهبت الى الحرامة وتركت اهل البيت وحدهم يقولون هل من ناصر ينصرنا لا نستطيع القضاء على داعش الا بالعفة ولذلك اكو مثل بسيط يقول علي ابن الحسين عفوا انفسكم تعف نساعكم عفوا يا مسلمين يا شيء بطونكم تنتصرون على عدوكم عفوا افراجكم واوراتكم تنتصرون على داعش وآل سعود لا تنتصرون بكذرة سلاحكم وخبلكم لان الكبائر تتساوى مع الظالمين فينقض عليكم الظالمين وهذا قول الله ليس قولي المئة بمئة وبعدين صارت المئة بالف هم هنحتار بهم وفي حنين لم تغني عنكم قدرتكم ابدا اشتركوا في القناة